وصف بنك جي بي مورغن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بالإعصار دعياً البنك المركزي الأمريكي لاتخذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براسن الركود تأتي تصريحات البنك الأمريكي في عقابي لقاء رئيس جو بايدن مع رئيس مجلس الاحتياطي للتحدي جيرون باول لبحث التضخم والذي سجل أعلى مستوى له خلال أربعين عاما التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تشبه الإعصار هكذا وصف بنك جي بي مورغن وضع أكبر اقتصاد في العالم تصريحات جي بي مورغن تأتي بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيرون باول لبحث التضخم الذي سجل أعلى مستوى له خلال أربعين عاما معركة التضخم أصبحت النقطة المحورية في يدول أعمال بايدن لشهر يونيو الجاري وسط تراجع لشعبيته وقبل انتخابات الكونجرس نوفمبر المقبل ولمواجهة معدل التضخم القياسي طالب البنك الأمريكي الأملاق مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ إجراءات قوية تتمثل في رفع الفائدة والتشديد الكمي لجذب السيولة في النظام المالي العالمي وتجنب وقوع الاقتصاد الأمريكي في براث الرقود البنك الفيدرالي الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدل تضخم يزيد ثلاثة ضعاف عن هدفه البالغ 2% وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشدة على الأمريكيين وهزت حالة عدم اليقين بشأن سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والطرابات سلاسل التوريد لفترات طويلة بسبب جائحة كورونا فضلا عن ارتفاع عوائد الخزانة هزت أسواق الأسهم العالمية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية لن تتمكن على الأرجح من ضمان انخفاض أسعار البنزين والمواد الغذائية في البلاد في وقت قريب وأعتبر بايدن أن أحد عوام الارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الولايات المتحدة هو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ركح مصدر لرويترز في أوبيك بلاس أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو وهو ما يتخطى زيادات الشهرية السابقة والبالغة 432 ألف برميل يوميا حيث كشف مصدران من أوبيك بلاس بأن المجموعة تعكف على التوصل لاتفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي الذي تراجع بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة نتيجة العقوبات الغربية على موسكو وذكر أحد المصدرين وهو مطلع على الموقف الروسي بأن موسكو قد توفق على تعويض منتجين آخرين لانخفاض إنتاجهم أضف مظهر الناخليجي من أوبيك بلاس بأن اتخاذ قرار بشأن الأمر محتمل للغاية في اجتماع اليوم تتجه استريليا لتسجيل إنتاج قياسي للقمح للعام الثالث على التوالي الأمر الذي يقلل من حدة المخوف العالمية من قلة الإمدادات وانخفضت الإمدادات الخاصة بالقمح العالمية هذا العام بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أوقفت الشحنات من إحدى أهم مناطق التصدير في العالم ودفع أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخوف من أزمة غذاء عالمية كما أضاف تحرك الهند في الأوانات الأخيرة لحظر الصادرات والتقص السيء في الولايات المتحدة إلى المخوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية وأصبحت أستريليا الثاني أكبر مصدر القمح في العالم بعد زراعة القمح على مساحة بلغت 35 مليون و700 ألف فدان وهي أعلى مساحة على الإطلاق قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه أقرد تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب وأضف البنك أن القرد يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي للشراء الحبوب وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس يأتي القرد في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حد تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض الموانئ التونسية ترجمة نانسي قنقر